دعنا نتحدث الآن عن الانتخابات تدري يعني اليوم أكو تعويل من الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية وشنو الإجراءات المطلوبة حتى تصير انتخابات نزيه عدنا بالعراق سيدي الكريم يعني هل تعتقد إحنا مهيئين من الأساس أن نسوي انتخابات في ظل كل التحديات والخلل الكبير اللي ذكرتها بلاس خارتة بإحاطتها؟ من المستحيل أن تكون انتخابات مبكرة على الوضع الحالي لأنه أولا القانون ما مكتمل محكمة اتحادية متكاملة ما عدنا السلاح منفلت في الشارع المفوضية غير مستقلة وتحتاج إلى عادة نظر ولذلك من المستحيل أن تصير انتخابات مبكرة وإذا صارت فالمواطنين راح يقاطعوها لأنه يعرفون أنه النتيجة وحدة سواء طلعوا أو ما طلعوا هل الأفضل أن تؤجل للعراق والعراقيين والمتظاهرين والناس العراقيين والشرفاء والوطنين أنه تؤجل هذه الانتخابات يعني تأخذها فتسنتيا حتى نقدر نضبط نزاهة الانتخابات ونطلع من المشاكل اللي ذكرت بهذه الإحاطة أو على الأقل اللي احنا نعرفها كعراقيين؟ الانتخابات المبكرة إذا كانت شريفة نزيهة شفافة وتتحقق من خلال النظام البيومتري بالانتخابات بالتصويت النظام البيومتري غير النظام البيومتري معناها أكو تزوير لأنه كثير من الكتل السياسية والبعض من السياسيين مشترين البطاقات الألكترونية هاي الموجودة مشترينها الأنظامية حتى يستخدموها بالانتخابات القادمة معناها يا بو زيت شنك ما غزيت لأنه إحنا ما سونا شيء من تصير انتخابات أخرى سيصير تزوير تريدون انتخابات حرة نزيهة شفافة يمشوا على موضوع النظام البيومتري لأنه به يعني مثلاً الكترونية يحفظ طبعات الأصابع والبصمة العين وإلى آخره فما راح يصير تزوير هواية هنا وحدة زين عاني إذا كمواطن أعرف أنه إذا أطلع وإذا ما أطلع النتيجة وحدة راح أطلع انتخاب مرة لا أنا أطلع ولا أخلي عائلتي تطلع هاي وحدة اثنين موضوع السلاح يعني بالشارع الناس مسلحة يعني مثل ما قلنا طرحنا موضوع السلاح كل شيء هواية بهذا البرنامج الناس ما تطلع تخاف على عوائلها تخاف على نفسها يقولك السلاح متشير بالشارع لازم تتحقق هاي المسألة أولاً حيادية التامة لمفوضية الانتخابات مجلس المفوضين والموظفين فيها اثنين موضوع القانون نص قانوني التصويت يكون بالنظام البيومتري حصراً PT اثنين المفوضين المفوضة